بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إزايكم عاملين إيه يا رب تكونوا بخير إن شاء الله النهاردة يا حباب قلبي هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا وبسيطة وصفة النهاردة هتفتح لك البشرة وكمان هتشد البشرة وهتعالج التجعيد لو عندك أي كلف أو نمش إن شاء الله الوصفة دي هتعالجه ده غير إن هي بتديكي صفاق كده للبشرة وكمان تحس إن بشرتك لمعت بعد ما تعملي المسك ده ومكوناته طبعا سهلة ومتوفرة وممكن كلنا نجيبها أول مكون يا بنات هيكون معايا الحمص المطحون طبعا الحمص المطحون اللي هو الحمص الشامل الكبير يا بنات ده طبعا بيبقى شكله جايباه من عند العطار مطحون ممكن تجيبيه وتطحنيه في البيت هاخد منه معلقة زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده عايز أقول لكم إن الحمص من الحاجات الحلوة جدا اللي بتفتح البشرة وكمان بتعالج التجعيد يبقى الحمص بعمل إيه بنات بيفتح وبيعالج التجعيد لجد كل الوصفات اللي بستخدم فيها الحمص بحس كده بتغييرها على طول بعد ما بستخدمها تاني مكون يا بنات هيكون الزبادي البلدي أو الياغورت الطبيعي هاخد معلقة أي نوع بقى انت بتستخدميه فيه ناس بتبتسألني يعني إيه زبادي اللي هو اللبن في بعض دول بيسموه لبن تالت مكون يا بنات هو العسل الأبيض أو العسل النحل الطبيعي هاخد منه كمان معلقة زي ما احنا شايفين كده يا بنات المسك ده بصه يعني تفتيح يبقى وعلاج تجعيد الحمص والترتيب هيكون معانا الزبادي وكمان الزبادي بستخدم فيه التفتيح وبعد كده العسل ده بقى بدي لمعان وكمان بيعالج الحبوب بجد حلو جدا جدا للبشرة هقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما احنا نشوف كده نقلب كده يا بنات المتكونات لحدا ما نعمل حاجة كده ايه كريمي كده ولو احتاجنا ان احنا نزود زبادي أو عسل علشان نعرف نفردها على البشرة يكون كويس هاخد بس شوية عسل شوية اسفة زبادي كده صغيرين على سن المعلقة لاننا عايزها تبقى سايبة اكتر من كده يصدر نقلب نقلب كده لحدا ما ننصل للكوام الكريم خلاص كده يا بنات خلصت المسك بتاعي هو ببقى بنفس القوام ده مش عايزة يبقى سايب عن كده ولا تقيل عن كده زي ما احنا شايفين هنبدأ يعني تفضل تزودي الزبادي بتتحكمي فيها زي ما انت عايزة لحد ما توصل للقوام اللي انا وصلتله ده ازاي بنستخدمها زي ما بقول على طول علشان المسك بتاعك يجي فوية كويسة لازم تخسلي بشرتك الاول بمية دافية عشان تفتح المسام وتفرديه على البشرة وتسيبيه تلت ساعة بتدقي كده بحركات دائرية بتشلي من على البشرة وبعد كده بتشتفي بشرتك بمية فترة وبعد كده بمية بردة لو عندك مكعبات تلجي في التلاجة بتمشيها على البشرة ما عندي كيش بتجيبي بقى الكريم المرطب بتاعك بتدهني بيه بشرتك وتستخدم الوصفة دي مرتين في الاسبوع حلوة جدا للتفتيح وكمان بتصف البشرة زي ما قلتلكم وحلوة جدا بتديك لمعين كده وتحس ان بشرتك متغيرة بعد ما تستخدمي الوصفة دي ما تنسيش بقى تدعميني باللايك ولكنت اول مرة تشوفيني اعمل اشتراك للقناة وفعال الجرس عشان يوصل لكل وصفاتي واشوفكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته